موسيقى السلام عليكم ممكن اتوقع ان كثير منكم يعرفون انه انا من الشاب اللحق وعالجي الجهاز بلاي ستيشن ون لما كانت الرسومات ثلاثية الابعاد لسه فيها مضلعات شوي الوقت اللي حنا فيه الحين تقريباً مضلعات هذه بدأت تختفي مع تطور كبير جلسين نشوفها الحين في الجرافيكس بشكل عام. عندكم مثلاً لعبة فاينل فانتزي 15 أو 15 صايرة مثال حي لكيف الرسومات صارت شي جبار خصوصاً على جهاز بلاي سيشن ابرز مواصفاته في هذه الأشياء في رابط الفيديو الموجود تحت. انتم شاهدين فيديو هنا رابطوا تحت. الحين الشي اللي أقول لكم يا وشو تخيلوا. لو قلنا هذي فاينل فانتزي 15 نزلت بالشكل الكلاسيك القديم. اللي تعودنا عليه مثلاً على أيام جهاز بلاي ستيشن ون. للأمانة شخصياً أفضل وأجمل أجزاء بلاي ستيشن أجزاء بلاي ستيشن؟ أجزاء فاينل فانتزي هي اللي لعبتها على جهاز بلاي ستيشن أتكلم على فاينل فانتزي 7 8 9 وما أخفيكم يعني. لو فاينل فانتزي 15 نزلت بالشكل الكلاسيكي حق فاينل فانتزي 7 8 وتسعة توقع أني كنت أتحمس لها أكثر من الحين. إذن شايفين لقطات لها على الشاشة عموماً هذا بس مجرد تصور كذا فانز المسويين هنا مدخيرون لعبة كيف بتصير. أنا شوف شكلها مضروب أكثر منها لو فعلاً كانت نسخة بلاي ستيشن ون. يعني شدنا فاينل فانتزي 9 كلاسيكية. أنا مستعد ألعبها هناك. بعضكم يقولون طيب ليش يا أحمد يعني تترك الجمال اللي موجود في نسخة جهاز بلاي ستيشن فور تبغى تلعب بالمنظر هذا أو أودك بمنظر هذا. تر عادي. زي اللي روحي نشتغلك مثل جهاز نسر تكلمنا عنه في برضو حلقات الأخبار أنه كيف نباع وخلص جهاز العادي تحصلت الحلقة الموجودة تحت. أنا هنا نفس الشي. أبغى جرب الشي الكلاسيكي هذا اللي أحبيته من زمان من يوم صغير. فأبغى عيدة تجربة هذه. طبعا هم راح حصير. ما راح نزول لها بالشكل هذا. بالعكس كمالها تتحسن وتتطور كده. بس يتخيل كده عبيض جاهباري. توقعون مثلا بعد عشر سنين ولا خمسة عشر سنة. ما أدري بكم وقتها بلاي سيشن كم. يمكن بلاي سيشن سبعة ثمانية. وتنزل فاينل فانسي ثلاثين مثلا. تخيل فاينل فانسي ثلاثين لو أنه نرزلت على جهاز بلاي سيشن فور. كان بيطلع شكلها. توقعون بيجي يوم يقول هذا الكلام. يضعكم العافية شاركوا الفيديو ورابطة كامل الموجود تحت. وشكرا لدعمكم والنشر والإعجاب والاشتراك 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 كلها. كم معاكم حبيب محفوظ. سبحانك ورحمتك ورحمتك. استغفرك ورحمتك. السلام عليكم.